الملايين من الفراشات الملكية اتجهت جنوباً نحو موئلها الأصلي في ولاية ميتشووكان بوسط المكسيك في مشهد يتكرر سنوياً ويجذب السياح والعلماء والسكان المحليين على حد سواء هذه الفراشات الجميلة تفر من برد شتاء كندا والولايات الشمالية من الولايات المتحدة قاطعة آلاف الكيلومترات من أجل قضاء فترة البيات الشتوي وموسم التكاثر في الغابات المعتدلة بوسط المكسيك وظهرت مئات الأشجار مغطاة بالفراشات في المحمية الملكية بالمكسيك التي تمتد على مساحة تتجاوز 32 فداناً وذلك بعد أن قطعت رحلة لأكثر من 3200 كيلومتر لكن خبراء يحذرون من أن أعداد الفراشات الملكية تشهد تناقصاً فبحسب جمعية WWF المعنية بالحفاظ على البيئة شغلت هذه الفراشات 2.1 من 10 هكتاراً في ديسمبر كانون الأول عام 2020 مقارنة بـ 2.8 من 10 هكتاراً في موسم الشتاء الذي يسبقه شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة